السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد عنوان اقتصادية ننتقل وإياكم إلى تفاصيلها حيث أكد مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة تجارة وصناعة الكويتية عبد الرحمن المطيري أكد أن هناك اجتماعا عربيا على مقترح الكويت بإقامة أسبوع عربي لحماية المستهلك وجاء ذلك على هامش الاجتماع الثالث عشر لفريق الخبراء والمختصين بحماية المستهلك بالدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقال المطيري أن اللجنة وافقت بالإجماع على مرئيات دولة الكويت فيما يخص المقترح في إقامة الأسبوع في شهر مارس من كل عام تحت شعار رفح حقوقك كمستهلك ويهدف لتوعية وتثقيف المستهلك ومعرفة حقوقه بجانب تحذيره من مخاطر السلع والمواد الغذائية التي قد تتسرب للأسواق وتكون غير مطابقة للمواصفات